السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبيات على المرحلة الثانوية العامة مرحب الله وصف الثالث السنوية لشرح تبسيط قاعد اللغة الإنجليزية إن شاء الله سوف نصل معك في حل مجموعة التالي المهات التاعك العام 2020 مكتب المعاصر العام 2020 الدرس الأول والثاني إن شاء النهاردة يشتغل على المنتيست على الفوكابرية التاحها وأول المنتيست يشتغل على الكلوكيشنز والكلوكيشنز هي مجموعة الألفاظ أو التعبيرات التي تأتي مع بعضها في شكل متناسق أو متناغم نبدأ على بركة الله بسم الله الرحيم أول جمد المتشوز بدايتنا على صفحة 328 بسم الله على بركة الله نبدأ إن كونفرنس كول في الاتصالات اللي من خلال الأتمرات بيقولي اللي بيحصل فيها مش هتتسمع لو أنت إيبه ده مايكروفون المايكروفون خلص مش محتاجة ده جمع تيرن بمعنى يحول انستول بمعنى يثبت ميوت بمعنى يجعله صامت وجوين بمعنى يلتحق بيقولك إنه هو في الاتصالات اللي بيكون في المؤتمرات مش هتتسمع لو أنت مخدتش بالك وخليت المايكروفون ميوت ميوت بمعنى صامت يعني إيجابتنا في جونة رقم واحد إذن يقولك فيها تقولك أنك أنت تعمل كذا الشاشة بتاعتك مع جهاز آخر أو جهاز متعدد آخر متعدد البصائد بيقوله عليه شاشة كمبيوتر مع جهاز آخر أو عدة أجهزة أخرى في الحالة دي أنت محتاج أنك تثبت برنامج بيكون برنامج محدد المهم أنك هتعمل كذا للشاشة يتقاسم شيء أو يشتركه أو يشاركه معه لا يوجد أشعر ولا تلك يأخذ ولا لك بمعنى ينظر هنقول شير شير سكرين عندك بمعنى يتشارك شاشة إيجابتنا في جونة رقم إذن تتقل فيها الاتصال بالإنترنت السريع لم يكون فيه اتصال سريع بساعدك على إيه ذا حتة حلوة بمعنى يواكب كذا أو تكون قادر على مواكبة كذا طيب نولهي بها تيل أبوث ولا أوفر ولا دون ولا كاتش كاتش أبوث بمعنى يواكب أو يسائر إجابة وحي صحيحة فوقنا رقم ثلاثة اتحرك مع الشاشة شوية حتى نشوفكم رقم أربعة واللي بقول لك فيها البرنامج البرنامج التشغيل موبايل ميوتر خاصة موبيل محتاج تحديث محتاج تحديث يكون تلوث تلوث يشغل يحيط يحب يجب يثبت شيء يجعله بمعنى التحقق سأقوم بمعنى ان الصفتوير اللي انت مشغله او مثبته على الجهاز بتاعه في الموبايل ده هو اللي بيساعدك او بيحتاج ان انت تعمله تحديث من حين لاخر خمسة رؤلتها بليز منفضله مع جدا جايب كومو جايب فراغ مجيب واتو دو اف اي ام انا بليس وير دار از نو انترنت سيروس تقول له منفضلك او لو سمحت كذا مي واتو دو ما افعله او ما يجب ان افعله اف اي ام انا بليس لو انا كنت في مكان وير دار از نو انترنت سيروس لما يكون في مفيش في خدمة انترنت تقول لي ايه بقى تقول لي تيل اخبرني هوفر يعرض دو يفعل ولا كاتش بمعنى يلحق هنقول تيل مي منفضلك قول لي اعمل ايه لو انا كنت موجود في مكان مفيش في خدمة انترنت قبل ان توافق على فكر اولا ايبا معناها في احتمالاتها اطارك شير بمعنى يتشارك شيء او يقتسمه ولا فيل يشعر ولا تيك المعنى الحرفي الي هيقوز ولا لك المعنى الحرفي الي هينظر انت لما تاخد لك مع انتو بمعنى يتفحص كذا او يفحصه او ينظر اذا احتمالات نجاحه وفشل وادي المقصود به بمعنى يقوم بالبحث بهذا الشيء وزا ما قلنا اجراء ايه متابعة دقيقة لي سبب لك فيها معناها اجتماع افتراضي يعني اجتماع افتراضي يعني اجتماع انت مش تبقى موجود فيه بجسمك تبقى موجود فيه عبر وسيلة من وسائل التواصل سواء كانت حاجة اسمها الفيديو كونفرنس او حاجة عن طريق الكونفرنس كول او الاجتماعات تبقى عن طريق الاجهزة انت موجود في مكان ويكون في الانترنت بيكون في اجتماعها في مكان اخر اجتماع افتراضي اجتماع افتراضي انت مش موجود فيه بجسمك تمام لا دا انت موجود ايه المهم احنا استفضنا في شرح الكلمة بيقول لك ان الاجتماع الفراضي اللي هو كان كذا ناقش فيه كيف يمكن تخفيف ضغوط العمل طيب يبقى ايه ان الاجتماع انا هو بقى حولها ثبت اشياء ويهزر التشغيل يجعله صامت التحق به هنقول لي بيقول لك ان اللي هو التحق به كان بيناقش كيفية تخفيف اعباء العمل طبعا بريشور المعنى الحرف لها ضغوط يا شباب طيب بيكون لرغم تمنى يقول لك فيها وي ار احنا كازا ها عن افضل تطبيق للتكنولوجيا الزكية طب هنا هو هم بيعملوا ايه هم با بيعملوا ايه تيلينج بيخبر ولا اوفرين بيعرضه ولا دوينج بمعنى يقوم بعمل شيء او باجراه ولا كاتش بمعنى يلحق او يباكب طب المهم ان هو ايه طب المهم ان هو ايه معناها انا عندي شعور ايجابي اعني انا لدي شعور ايجابي او اشعر شعورا ايجابيا بخصوص نجاح اخي اشعر اللي فيها وين اي عندما انا كازا ده ساوند اب ساوند بس صوته معناها يعني كنو بيقول ايه كده هو رفع الصوت على شغله الى اعلى يعني خلى صوت اعلى لاحظ ان فيه نظرة لوم على وجه الاب يبقى ان هو عملي للصوت يعني على الصوت يسبته معنا جهازه والتجريل يعني لا طبعا بمعنى على صوت طبعا هو كده صوت الجهازه كم شغل طبعا الاب هنا انزعج او كانت نظرة وجهه يدل عليها الضيق والغضاء او اللوم تماما طيب الميني تيست الثاني جعل على السنة نمزل بانت نمزل متراضفات والمتضاد وده موجود على صحفة 329 اول جملة فيها بقول له انت محتاج انك انت تثبت او تقوم بوضع تثبيت برنامج اه تنصب برنامج زي ما بقوله ليه الانتي فيروس هكيدا على الجهاز بتاعك طبعا انستول هنا هو بقى احنا قولنا ان هي كده هي كفعل طب هنجيب اين مكانها نجيب مكانها تمام ولا انستول بمعنى عكس انستول انستول معناها يثبت يبقى انستول برضو معناها يزيل بقى ولا يوبي مع بعض سيت اوب هنا هو بمعنى او يضع شيء ويجهزه للتشغيل طبعا مع البرامج تحديدا وهتكون هي ايجابتنا بمعنى رقم واحد ثم بقولك فيها المايكروفون معمول على الصوت كده منقطع مفيش صوت بمعنى صامت هتكون مرادف ليه مرادف ليه اللي هي الصمت ذاته ولا صامت كصفة تمام بمعنى مرتفع او عالي بمعنى مرتفع بس ايه كده ارتفاع عب الصوت عالي او العالي لودي لكن مع ما سأله مزاجر حارة عالي طيب اللي هنا هو كلمة ميوت هتبقى مرادفة لكلمة معناها صامت هتبقى مرادفة لسايلنت اللي هي تساويها بالظل تتبقى اللي فيها مستر ايمان طيب اضفع جهزة التكييف قبل ما تسيبوا المكتب هو تحديدنا بيكلم شخص مفاد مستر ايمان عايزي يعمل واخلي بالك تيرن هو هنا كان بقول كان بيقول سويتش من اوف طيب ايه بديل سويتش اوف يا ترى تيرن اوف ولا تيرن انتو تيرن اوف لاني سويتش اوف معناها يضفي تيرن اوف معناها يضفي يبدو لهم من اثنين مساويين لبعض طيب قمنا اربعة بقولك فيها انا التحقت بالاجتماع تمام يا سيدي تيرن اوف هيكون مضادلين جوين بمعنى التحق يعني انضمة عكس انك انت تنضم الشيء ايه تغادرة تركة ولا ازالة ولا سيت اوب سيت اوب سيت اوب هنا هو كأنه بقولك انستول يعني بيضع حاجة وجهزة للتشغيل لا عكس انك انت تلتحق باجتماع ان انت تسيب لفت جابتنا الوحيدة الصحيحة في جملة رقم اربعة كده يكون انتهى الميني تست التاني هنروح الميني تست التالت وده موجود على صفحة تلتمية وي تلاتين وبدايته مع الجملة الاولى تقولك فيها سما سما كزا ورفتها ورفتنهم تحديدا مع اكتة طيب بمعنى هي تقاسم وهي جاية مع المضارع بس اي ضمير معها هي وشوية شيرز جاية تقاسم برضو بس هي نتيجة معها هي وشوية وعند الشركة تشغيل جيراند وبعد كده بقولك كما بي و سي معه سما يعني شي بما انها شي بناقول شيرز سما شيرز سما تتقاسم او تتشارك يعني ان هو مش عايزين حتى يفهم كلمة تتقاسم خطأ او ليه ده كل واحد فيهم جاب حطة وبناها هنا هما الاتنين موجودين في نفس المكان وبيها تقاسم وكل واحد فيهم بيبقى واخد منه جزء او مكان طبعا ايه بنقول هنا تقاسم الشيء يعني اشتركوا مع بعض فيه اتنين بدأ بفراغ المعلومات الخاصة بتاعتك او باناتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ده حاجة تعتبر مخاطرة طب نقول شير بمعنى او شارك ولا شارك او شارك لا طبعا شارك شارك هنا معناها مشاركة مشاركة المنظر الفيزيادانية تاتا يقول فيها ايجيبت كذا تخص مصر حوالي 55 مليار متر مكعب من المياه ايجيبت شار بمعنى حصة او نصيب مصر من نهر النيل 55 مليار متر مكعب من المياه نتحرك مع جمه رقم 4 ايجيبت شار بمعنى محترف سوفيتم ارسالها للمبنى الاساسي او الرئيسي وهيوصل لجهزة التكييف نول انستول بمعنى يستثبت شيء او يجهزه للتشغيل عملية التثبيت نفسها ولا انستول مندي ده حاجة تاني خالص معناها التقسيد لا انستولر انستولر ده شخص انسان بتبقى وظيفته التركيب بتاع الاشياء بقوله عليه فني تركيب اه مش هو يركب اجهزة ويشغلها والحاجات دي يبقى محتاج يبقى 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 لها فني تركيب نحب زوجة فراغ تكيف يعني سوف يتم القيام به من خلال فني محترف انستول بمعنى يثبت وانستول انستول نعملية تثبيت نفسها والإنستولمنت اللي بيقى الأجل والإنستولر الشخص اللي بيعمل ده رايح علشان يسبت الأجهزة إجهزة للتشغيل سأقول لك فيها هم مش عادين يسمحك لأن المايكروفون بتاعك مال ميوتابل يمكن خفته يعني يمكن جعله خافت صامت يعني ولا ميوت نجاها في شكل الصفة يمونده معنى صامت أو ساكت ولا سويتشت سويتشت تمليها أكثر من معنى حسب حرف الجار لأن كنت سويتشت أساسا بمعنى يشغل يفتح تمام ممكن يضفي أي حاجة وتنين تدي نفس المعنى برضي بحرف الجار يختلف طبعا يبقى هنا هو مواصفات المايكروفون هنا أنه هو ميوت بمعنى صامت جابة وحيدة صحيحة اختلفت بقى اختلفت بقى ما مش هادين يسمعوك لأن المايكروفون بتاعك اسكزة وجاب لك حرف جار اوف اها ميوتابل اوف لا ولا ميوت اوف لا ابرده هنقول سويتشت اوف سويتشت اوف هنا بمعنى تم طفي اتطفق المايكروفون بتاعك اتطفق نتحرك على صفحة التطمية وحدثتين عشان نلاقي عليها الميني تست رقم اربعة والعنوانه على هيجي حرف الجار والتعبيرات وهي معها المصطلحة نبدأ بيقول ده الاولى قولك يا مستر اشرف مش هيادة الرعب لك دلوقات انه ايه بقى kel охرف عن طريق ايه بقى موطمر او موطمر واخد شكل اتصال طيب انه نقول ايه بقى ايه بقى لين ايه بقى عندك تعبير اسمه معناها يقوم بعمل اتصال او على اتصال هاتفي من خلال مؤتمر من خلال اتصال هاتفي. نقول لك فيها الطبيب الذي يبدو ايه او يظهر بها بيد ده لانه بيساعد مرضى على انهما يستلخوا. طيب انه هو بيظهر ايه هنا هو ايه بقى اللي احنا عايزين. بيرز تو بي انه هو يبدو ايه يكون. ولا بي في المصدر من غير تو. ولا بي انه يبدو عليه انه هو بيكون انه محتاج وراهته زاد مصدر. فيه تلاتة بيقول لك فيها خد بالك من حاجة. معناها متآلف مع او متوافق مع او عايز يقول لك يعني ايه متناسب مع هزا المجاعة يعني مناسبة الشيء اللي بيعمله او بيقادي. هذا العمل اوازين مهم. هو عارف كويس جدا وعندي معلومات كويسة جدا عن تثبيت الالات هنا بيعمل صيانه. طيب نقول ايه بها؟ نقول ايه؟ بمعنى هزا تدر تقول انه هو ايه بتآلف معه او ايه؟ يعني ازا ما تقول ايه؟ ايه بتعامل معه بطريقة كويسة وكده يعني مناسب لي زبا. طيب ننتقل لي الجملة رقم. اتباع ملك فيها ايه هاف اقوايت انا تقدمت او طبقت هنشوف بقا. حسب اللي جاي وراه اجوب اه اجوب بيه انا هو بتقدمت او تقدمت او طبقت هنشوف بقا. حسب اللي جاي انتباع ملك ايه بعد كده جايب لي اجوب. ازا هنشوف انعومان كمعلم في عمان. طيب ايه بها اللي يقول ايه ايه اجوب? ايه ايه؟ ايه 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 ايه? ايه ايه؟ ايه بقايد تو بمعنى على تقدم بطلب وهو هنا تقدم بطلب له وزيفة. نتحرك مع جون لخمسة وكمان نشوف مناها رقم الصفحة بيه. انا اعلمت بوصولك كهذا ايه؟ ايه ايه؟ ايه? معناها حدثة. طب تنفع كلمة حدثة لا. حرف الجر اللي هي قدامها يديها معنى تاني. طب نقول ايه? ولا ات ولا ولا عندك حاجة اسمها معناها بالصدفة. بالصدفة. تمام? عمنا زي لو عندك ايه اعتراض? اه. لو عندك اعتراض عايز يقول له كلمني يعني. طب اقول لها ازاي? ايه حرف الجر? ولا فور ولا اوف ولا تو? عندك حاجة ما توقتمي معناها تحدث لي او كلمني او بلغني زبابي. سولة فيها تقول له العمل الكتير جدا هو اللي وضعك في كزا في هزاي طب ايه موصفات ده? ضاغط يعني بيسبب الضغط? ولا بمعنى افتراضي? ولا مؤتمر? ولا بمعنى بشري? لا. الموقف الضغط او اللي بيسبب بالضعب. تمام اللي قولك في ايه وكان انت ممكن تنهي خطاب اللي هو بقوله عليه. معناها طلب لحق لكزا. طلب انت بتجدمه عشان حاجة معينة. واذ ايه الكلمة بقى? مع كلمة كلمة معناها مخلص. طب نقول ايه بقى? ولا 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 يورز. يورز يورز يخلي بالك بحرف كابتل ويرز التاني بحرف سمول. انا ها قد يورز اللي بحرف كابتل ليه? لان هي اللي بدأ الكلام. لانه هو انت عندك كومة وكومة وفي كلام بادئ. يبقى انت هتقولها بحرف كابتل يورز فيرس فلي معناها المفلس ليس يددكم. في جملة تساولك. في ايه مستيل انا لازلت كزا. معناها انا لازلت على اتصال باصدقائي اللي يسافروا لخارج. طب عندن كيد كانوا اصدقاء دراسة. ننتقل لصبح تلتمية اتنين وتلاتين ودي عليها الميني تست او بداية. الميني تست مش ميني تست كله. عليها البداية بتاعة الميني تست فايب واول جملة فيه طبعا ده جاي على فانها بيبقى يجيب لك كلمات ويها معنى كيرة جدا وبيشوف بيشرحها وهو عمل ده بالفعل في المواصل. ما يجعلني غاضب اني. كسر للنظارة. خلصت الجملة. هي مينتت. هي مينتت معناها كنقصد يعني. كنقصد اكسلها. طيب يبقى نقولي معناها عمدا. طيب معناها عمدا. اي و ب معناها الاتنين ينفعوا. وعندك بقى معناها بالصدفة. لأ. الاتنين ينفعوا. مين اللي جابتين ينفعوا. يبقى تاخد الاختيار سي. اللي مكتوب في ايه انبي. اتحرك مع صفحة تلتمية تلاتة وتلاتين. ان لايك جملة رقم اتنين ودي برضو في الميني تست الخامس. اقولك فيها هي مينت. هو قبلهم ايه? موضوع ما كانش بترتب. يبقى ده معناه نوقع منهم ايه? منهم بالصدفة. طيب بقى. بقى. باي اكسلت. ليه معناها بالصدفة. ولا دي لبرتلي عمدا. ولا باي تشانس بالصدفة. ولا اي و سي. ايه معناها باي ايه اللي هي باي اكسلت. ويسي اللي هي باي تشانس. لاتنين صح. يبقى ناخد اي و سي. في جملة البداء الفراغ is provided by different digital applications. كزا مزود به. تمام? العديد من التطبيقات الديجيتال. ديجيتال معناها رقمي. طيب. نقول ليه بقى? ماسجز. اللي هي الرسائل. ولا ماسجينج عملية المراسلة ذاتها. ولا ولا ماسج لها رسالة واحدة. ولا ماسج. ماسج اللي هو بتعمل للجسم اللي هو تديكم الحاجات دي. طيب نقول ليه بماسجينج. اللي هو عملية المراسلة. العملية نفسها. is provided by. تمام? مش الرسائل. ولا رسالة واحدة. اربعة بدافراغ are sent and received instantly online. كزا بيتم ارسالها واستقبالها. يعني عاجلا على ايه الانترنت. طيب نقول ليه بماسجز. الرسائل دي كده واخدوا شكل جامع. ولا ماسجز. العملية نفسها. ولا ماسج بمعنى رسالة واحدة. ولا ماسج. هنقول ماسجز. ليه عمل ان نجيب لك ارشاف. لو كان جايب حاجة غرار كنا نقول ليه ماسج ماسج. ايه جبنة خمسة اقول لك فيها. انا درست اللغات في هزه في هزه او هزه ايه. كليج زميل دراسة زميل عمل. ولا كاليج بمعنى كلية. ولا كولينج اتصال. ولا كاتلا. كاتلا. ده اللي هو بدليل جهاز وحاجات زي كده. انا درست لغة في هزه الكلية. انا ممتن المين. في وظيفة الجديدة. رحبوا بيه. رحبوا بيه بدون زميل. نقول عليهم كوليجز. ولا كاليجز. ولا كالينجز. ولا كاتلاجز. هنقول عليهم كوليجز. كوليجز بمعنى زميلة. وكده بتكون انتهت الميني تست اللي جاية على اللانجوج للدرس الاول والتاني. من الوحدة خمسة. خدناهم من كتاب المعاصمة عمشين وعشرين. ان شاء الله نزلنا في المزيد مع معلم خبير اللغة المزيدة بسرس عزات. السلام وليكم الله وبركاته.